السلام عليكم مرحبا بكم شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير لهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله على بركة الله نبدأوا الفيديو اليوم جبت لكم الجبن للبيدون ولا أرواح جربوه الله ما تندموا عليه أول حاجة عندنا زوج كيسين تعلمه مقادير عندي لحظة ولا أقولو الحليب البودرة دلت هنا ثلاث مغالف تاع حليب البودرة نخلط الحليب بتاعنا روحو نفيضه فوق النار هذا الجبن بالجبن بالجبن تاع البيدون اللي نشيروه هنا يا بالبيدون بعد ما يزخلنا الحليب بتاعنا يبغى يلحق حتى الدرجة ترغالين نضيفه له زوج مغالف تاع الخل اللي عندكم الخل لي كين عندكم نضيفه له بتشوفه هناك بشتقطع معايا الحليب وبجاي يكون حبيبات هذه الحبيبات اللي نحوس عليهم ولا هنا يا بعد ما يفيد نطفي عليه هنا جبتوا رغالية نطفي عليه روح نصفي الحليب بتاعنا نخلي الماء وحده وهذه كل الحبيبات اللي مهم وحدهم نصفيوهم وقطرهم مليح نصفيو كامل الحليب بتاعنا تبعوا الطريقة ولا ناجحة 100% نصفيو كامل الحليب بتاعنا نعاود ترجع الماء اللي صفيته في الكسر هنا نضيفت له زوج مناعق تاع النشا ومتقلوش فرمج الجبن تاعنا ما فيش النشا في البيدون نحن نتلقاوه فيه النشا احنا خصنا المنكه فقط احنا ندلوه اه بنا فلاسة المنكه نضيفوه حاجة اخرى تبعوا المقادير معايا ادت اه اذاك المال اللي صفيتو الحليب اللي صفيتو مع زوج مغارف مايزينة ومغارف تحفارينة انا درت قصت على الملح بش النكهو هنا يا عدرت اه قطعة تعشيدر شلوتو ما قطعة تعشيدر وديروها فاتني هنا الفيديو ما شفتوش عاوز زدت لكم قطعة واحد اخرى احنا بش نعطوه النكهة ندلوه شيدر نغوندال هاكذا مورسوه شيدر ومورسوه مليح وندوه فوق النار نعاود ونخلطوه حتى يذوبنا كامل ذاك الفرماج والمايزينة نشاهد اكتعنا او بودرة تذورة نخلطوه كامل فوق النار حتى يذوبنا وبدأ الحليب بتاعنا يجمد والا هذي النتيجة اللي نحصل عليها بدا يجمد معانا الحليب وذب معانا الفرماج كما رقمت شاهدو هذي النتيجة اللي نحوس عليها هنالوحول لازم نستعمل برا ميكسر تاعي ندير في الطاستع اللي نستعمل فيه البرا هذي كل اللي حصلته من الحليب اللوب هذك اللي حصلته من الحليب فرخته في الطاستعي اضفت عليها زوج مورسوه تاع فروماج فوق سيون تاع فروماج للنكهة هذي فقط اضفت القطعة الثانية تاع الفخوماج كما كنت شاهدو الجبن تاع القطعة اي جبن عندكم اضفت كذلك ملعقة كبيرة معملت على زبدة زبدة حرة ولا اللي عندوش يدير مارغارين زبدة عادية جدا نورمال هنا نضيف هذه الكريمة اللي جمدتي فوق النار نعاود نضيفها لخارج تاعنا المكوينة تاعنا نحن نضيفها لهم هنا نضيف كامل الكمية اللي جمدتي فوق النار لتاع المايزينة والفارينة والشيدر نحاول نجمع كامل لخارج تاعي هنا نحب من الكاسر هنا ونضيفه في الطاصل اللي نستعمل فيه البراميكسر والذو كان نستعمل البراتاعي نحاول نخلط البراتاعي شوي جي نسعيف الأول لكن يتخلط بالعقل بالعقل يتخلط نسعفه ونخلطه مليح نضيفه ونخلطه كامل مكونات مع بعضها نضيفه ونخلطه نضيفه نضيفه كامل مكونات مع بعضها نضع في الكمية نضع في الكمية نضع في الميكسور نخلط الكهربائي نضع المهمة نضع في الكمية نحن 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 على السمية نضع في الكمية وستعملوا عدة استعمالات استعملوا لساندويتش استعملوا لغاة لا تستعملها يومياً في صندويتش في هنبول قردي للبناء للأطفال شاهدوا ما مستعوا هنا إذا جاني شدة روحة نضيف لها زوج ملعق تعلماء إذا حبيتها تكون ثقيلة دعوها هنا زوجت تعلماء فقط لنوري لكم إذا جاءكم ثقيل زوج ملعق تعلماء حبيتها يكون ثقيل هكذا خاثر دعوه وعلى هذه النتيجة شاهدوا ما مستعوا هذا هو 100% أو ألف بالمئة ناجح أنا أعجبني بزيب بزيب حتى العائلة لا كنت تنسلنا في هذه النتيجة المبيرة جربوه لا تندموا عليه تستحقوا في البيت نقولوا عنده عدة استعمالات نحن الفيديو جاي إن شاء الله نوري لكم كيفية نستعملوه غلقوا عليه في غارد منجي ودلوا في الثلاجة حتى العشر أيام تستعملوه نتمنى أعجبكم إن شاء الله نتمنى تجربوه والله ما تندموا عليه ناجح ألف بالمئة جبنة على البيتون أو الدلو اللي يتبع عندنا نحن في الدلو إن شاء الله يعجبكم الفيديو لا تنسلونك كومونتر جيم وعطونا رايكم ولكن لا تنسلونا الفيديو ربي خليكم ومشاهدة طيبة لجميع وإن شاء الله تعاملوه وتنجحو فيه إن شاء الله متتبعي كرام اللي يمشين فعلين لنا أول مرة يجو معنا فعلوا لنا أتمنىكم مشاهدة طيبة جمتم في رعاية الله وحفظي مع السلامة